الخبر الاول اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وحقيقة زواجها او نقدر نقول حقيقة الخطوبة اللي نشرتها على حسابها الانستغرام قبل فترة فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام تحميسها للمتابعين بهذا الستوري لما كتبت لهم استننوا فيديو بكرة وكانت بجنب حفلة تقريبا فاغلب توقع من هذا الستوري ان فيديو باتر سيكون عن الخطوبة او عن الزواج فالله كلكم روحوا اشتركوا بقناة بيسان وانتظروا الفيديو مع الباتر وان شاء الله تكون تحرياتنا مع الفاضي الخبر الثاني اللي عدنا عن احمد ابو الرب وعودتي الى الاردن بعد ما كان مسافر تركيا فاحمد نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يعلن به عن العودة للسفر الاردن احزروا من بكرة راجع الاردن ولكن للأسف فاحمد ابو الرب ملتقا ويا نور مار لما كان بتركيا ومصورة ومقطع ويا بعض فالكل من كان منتظرين هذه اللحظة للاسف مصارت الخبر الثالث اللي عدنا عن محمد اجواني ودفاع عن الدين الاسلامي طبعا ما يعرف القصة فاني نزلت مقطع واشرحت به القصة مبارحة كامل المهم محمد اجواني نزل على قناته هذا المقطع الكل مهم رح حطولكم رابطة بالوصف رح وكلكم تابعونا كل مهم هذا المقطع على ما تقدر نوصل للرسالة الاكبر عدد ممكن من الناس وندافع عن الدين الاسلامي ونوصل الرسالة للكل فيا حبايب المقطع بالوصف رح يشوفوا الخبر الرابع اللي عدنا عن شيرين بيوتي وليش هي متضايقة فشيرين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كان في موسيقى حزينة وتقول مودي الكل للاسف وحتى اختها نارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام ايضا ستوري كأنه متضايقة فيه لمن قالت شكلكم مليتوا مني وكان حطا يعني نوعا ما صورة حزينة فشتتوقعون يا حبايب ليش هم متضايقين وليش هم حزينين الخبر الخامس اللي عدنا عن مرسال ورده على محمد جواني فمرسال نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوري يدي ويحشي بيها عالمشاهير اطلعوا وحجوا ودافعوا عن دين الاسلامي في المهم راح احط لكم الستوري شوفوا يعني انت بفكر انت متخانق مع رفيقك وانت سكت لانه هي مخناءة بين رفيقك وبين حدا تاني هي خناءة كبيرة اكبر مني ومنك ولا تعد تساويلي فيها فهمان انت بتفهم بالدين وانه حكيك عالستوري او حكي عالستوري مو فارق مع حدا لهذا السبب بتمنى يعني نحن نبطل نضحك عبعض ونبطل نكون هبلان وانه نفكر انه اذا حكينا بستوري او حكينا بغير مكان راح يتغير ما حيتغير شي ما حيتغير شي هذا الشي مو بيدك ولا بيدي انا بدعي بدعي بس ما انا بحاجة اطلع عالستوريز وادعي يا رب احمي المسلمين انا ايك وعب نافق قدامكم انا اوكي طبعا كلام مرسال اكيد غلط مية بالمية فجواني وغيرها من المشاهر اللي طلعوا حتشوا بالموضوع اكيد مو هدفهم ان يوصلون الرسالة لرئيس فرنسا وانما يوصلون الرسالة الاكبر عدد ممكن من الناس ويدافعون عندينهم واكيد ان يشاركون بالحملات واللي هي مقاطعة المنتجات الفرنسية وغيرها دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم المهم اكتبوا له بالكمنتاج ورأيكم براد مرسال وبس والله وصلنا لنهاية المقطع بس فلن حب اشكركم على اخر مقطع الدام الرهيب اللي اجبتوه رغم انه المقطع مطلع لاي احد موصل لايش عارو لكن دام رهيب